السلام عليكم شباب شلوكم ان شاء الله بخير وياكم سيد الحسان عالم ابل واليوم رجعنا لكم في فيديو جديد وموضوع جديد بالامس تم صدور تحديث ios 13.34.4 لجهزة الايباد والايفون طبعا بالنسبة للايباد تمت اضافة فيه مزايا جديدة غير عن الموجودة في الايفون لان مثل ما نعرف ان الايباد الان صار لنظام خاص فيه تحت اسم ايباد او اس والايفون صار لنظام خاص فيه تحت اسم اي او اس فقبل ان انتدي اضغط زر لايك واشتراك في القناة كنو مشترك وفعل جرس الاشعارات حق اصلك الاشعارات الجديدة بداية مثل ما قلت لكم في الفيديو السابق ان الماجيك كيبورد القادم اللي نزل معه الايباد برو الجيل الرابع راح يدعمه الايباد برو الجيل الثالث مثل ما قلت لكم في الفيديو تقدرون ترجعون للفيديو وتشوفون وايضا صار تحسين على الماوس او المؤشر لما انت تحرك باي ماوس كان يو اس بي او كان تراك باج مثل اللي موجود في الماجيك كيبورد او اي لابتوب عادي طبعا كنا نعرف شباب ان شكله في السابق كان شكله جدا سيئ وكان يعني يعني مزعج اثناء التحرك وصعب استخدامه وانا واحد من مستخدمينه واعرف ان هذا المؤشر فاشل كان سابقا وندخل الحين على معرفة المزيد اول شي يقول لك ان هذا الايباد راح يدعم الايباد الجيل الثالث الـ 12.39 والجيل الاول الايباد 11 انتش راح يدعم الماجيك كيبورد وايضا الماجيك ماوس وايضا راح يدعم الماجيك ماوس والماجيك ماوس تو التراك باج وغيره من الاشياء بصورة جدا احسن ومثل ما تشوفون هذه الاشياء قدامكم مثل ما تشوفون وبالنسبة للتحسينات اللي صارت على التحريث الملفات تم التعديل على الملفات وصار فيك تنقل ملفات اي كلاود درايف من جهاز ايفون الى اندرويد وايضا بالنسبة للصور صارت تعطيك مساحة اقل من السابق لان كنا نعرف سابقا الصور كانت تاخد مساحة كبيرة والتطبيق كان ياخد مساحة كبيرة باختصار هذا التحريث هو عبارة عن اصلاح جميع مشاكل الايو اس 13 السابقة يعني من بعد هذا التحريث ان شاء الله ما راح تلاقون مشاكل طبعا شباب الصراحة تحريث 13.3.1 بعد ما انا حدثته لاحظت الفرق السيء في البطارية البطارية صارت تخلص بسرعة يعني لو مثلا انا العب ببجي ست سبعة قيام مجرد وخلص الشارج يرجع للعشرة ولكن انا لازلت محافظة على الجهاز والجهاز هذا من اشتريت عمره ما بند مرة واحدة طبعا يا شباب انصحكم ان جهازكم ما تخلونا يبند ابدا بدون شارج وايضا يا شباب تم التعديل على الواقع المعزز بالنسبة للكاميرات الحديثة مثل كاميرات الايفون اكس وفوك وايضا تم اصلاح مشكلة انك مثلا تدخل على تطبيق الكاميرا تبتتصور الشاشة السودة لازم تعيد عرض تشغيل الجهاز بعد ان يرجع عشي طبيعي تم تصليح هذه المشكلة واخيرا ويا شباب باقي المميزات التي تمت اضافتها ايضا اضافوا ميموجي جديدين ميموجي اضافيين يعني تسع تقريبا تسع ميموجي اضافيين وشكلهم جميل يعني صراحة ان انا شفت وعجبوني يعني طبعا هذه الميموجي تقدر تستخدمهم في الايفون اكس وفوق او الايبر برو الجيل الثالثة والجيل الرابع راح تقول لي ليش؟ لان الايفون 7 وايفون 8 ما راح تلاقون فيهم المستشعرات 3D الخاصة بالفيس اي دي لكن بينما الايفون اكس والايفون فوق الاكس راح تلاقون في المستشعرات هذه فتقدرون انكم تستخدمون هذه الميزة فيا شباب اذا حابين تستفسرون تقرؤون عن هذا التحديث مجرد تجون على الاعدادات عام تحديث البرامج معرفة المزيد تقرؤون هذه الاشياء قدامكم للتحديث حجم التحديث تقريبا 1 جيجا بايت لاجهزة الايباد و 950 ميجا بايت لاجهزة الايفون من جهاز لجهاز يختلف في التحديث نضغط على كلمة تنزيل تثبيت راح يطلب مننا ان نكتب رمز الدخول بعدها راح ننتظر شوء على ما يتحمل التحديث الان راح يحمل التحديث وراء التثبيت تضغط على كلمة تثبيت وراح تطلالك علامة الاب المعتادة وخاط يمشي وراء ما يكمل الخط التحديث راح يكمل عندك بكل سهولة فيا شباب سرعة تحمل التحديث صراحة ما اعرف لان من نتيجة يختلف من جهاز لجهاز يختلف فيا شباب وصلنا لخيتام لا تنسوا لايك وسبسيكرا ولكومت وشير شكرا على تفعلكم استمر في القناة وبس يا شباب مع السلامة